ومن ناحية أخرى أصدر صاحب السموة شيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 60 لسنة 2017 بتعديل المرسوم الأميري لسنة 2 و1 بشأن إنشاء جائزة الشارقة للعمل التطوعية ونص المرسوم الأميري على أن تستحدث مادة بالمرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2001 بشأن جائزة الشارقة للعمل التطوعي تنص على استثناء الرسوم الاستهلاكية وتعفى الجائزة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية في الإمارة ويعمل بهذا المرسوم اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلا فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية